بسم الله الرحمن الرحيم والصفات صفات فالزاجراء زجراء فالتانيات ذكراء إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينين السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظهم من كل شيء مارد لا يسمعون إلى المدء الأعلى ويقذفون من كل جانب تحورا وله عذاب واصب إلا من خطف الخطف فأتبعه شهاب ساقب فاستفتهم أم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يبقون وإذا رأوا آيتي لن يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين إذا متنا وكنا توبا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخلون فإنما هي سجرة واحدة فإذا ينظرون فقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون وحشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من من دون الله فأتبون إلى صراط الجحيم وقفون إنهم مسؤون ما لكم لا تأصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قومت من طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غارين فإنهم يغمئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل في المجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبر منفرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا شاعش مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق عذاب أليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عذاب الله المخلصين أولئك لهم رزق معلون فواكه وهم مكرمون في جريد الناد للنعيم على سرم متقابلين يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غلون ولا هم عنها ينزفون وعندهم قاسرات الترفعين كأنهن بيض من مكنون فأقبل بعضهم على بعض يدساء قال قائن منهم إنني كان لي غرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا إمثنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سماساء الجحيم قالت الله إن كت لتردين ولولا نعمة رضي لكنت من المحظرين أفما نحن بميتين إلا موتدنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير النزل أم شجرة الزقون إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميل ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفا آباءهم ظالمين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ظل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانذر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين ولقد نادانا نوح فلنعم المتيبون وذجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا زريته الباقين وترقنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سميم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون أئذ كان آلهتين دون الله تريدون فما ظنكم هم برب العالمين فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيسين فتغلوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتين فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يذفون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له البنيانا فألقوه في الجحيين فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب أبنوا الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أصبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله فلما أصلما وتله للجميل فلا ديناه أي يا إبراهيم قد صدفت الرؤيا إنك ذلك أجزي محسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتردنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجسي محسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريته ما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانهم الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا علينا في الآخرين سلام على موسى وهارون إنا كذلك أجزي المحسنين إنهما من عبادنا المؤمنين وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعله وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوا فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين فتركنا عليه في الآخرين سلام على إلياس إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن نطل من المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم ذنمرنا الآخرين وإنكم لتملكون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعطلون وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشهون فسام فكان من المدحظين فالتقموا الحوت والروم المريم فلولا أنه كان من المسبحين لنبس في البطنين إلى يوم يبعثون فنبغناه بالعراء وهو سقين وأنبتنا عليه شجرة من شمي قطين فأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم ألي ربك البنات والبنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقومون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين واجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحرمون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صار الجحيم وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكر من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم له المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتولى عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتولى عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للغاية